خرجوا من جديد لإسقاط جمهورية الخوف التي تريد الأحزاب الحاكمة ترسيخها في العراق بعد القمع والقتل الذي واجهه متظاهر تشريينها هم يواجهون محنة أخرى لكن بسيف القضاء والقانون مذكرة اعتقال وأحكام ليس أولها السجن وليس آخرها الأعدام بدأت تلاحق الناشطين والمتظاهرين الذين يظهرون أخطر على السلطة من غيرهم تاجر المخدرات يطلق صراحة وأيضاً اللي قتل شباب المتظاهرين حر طليق لازال لحد هاي اللحظة الشباب اللي خرجوا من أجل المطالبة بحقوقهم تحتقلونهم بدعاوية كيدية اليوم قام يصير دعاوية كيدية على الشباب وكذلك بالأخص على الثوار إلى متى هذه الاعتقالات التعسفية والدعاوية الكيدية نطالب كل أصحاب الشأن يعني نحن بعد ما الليلة من المناشدات الصراحة بوحة أصواتنا ضريبة كبيرة يدفعها متظاهر تشرين حالياً لا لشيء بل لأنهم طالبوا بمحاسبة الفاسدين وأسقاط العملية السياسية والتي تقف وراء هذه المنظومة التي تتحكم بالسلطة القضائية كما يشير المتظاهرون على مدى الفساد على مدى التغير على مدى حقوق الفقراء يعتقل ابتهم أرهاب والأرهابين الحقيقين ذلك ياهم منعامين معززين مكرمين فساد أحزاب كل الدوائر بها فساد وبها فاسدين ما حد حاسبهم لكن السلطة القضائية ليس لها دور أصبحت تمارس دور الأدات بيد هذه الميليشيات نقول لهم مستمرون مهما فعلتم ومهما حاولتم أضعافنا أو إذلالنا أمام هذا الاستهداف السياسي تشير تقارير حقوقية إلى أن استخدام هذه الأحكام القضائية ضد المتظاهرين أخطر من عمليات الاغتيال لأنها ستضع الناشطين والمحللين والناقضين السياسيين جميعهم تحت معادلة الترهيب الذي بدأته الميليشيات المسلحة والأحزاب السياسية وتكرسه الحكومة الحالية